اشتركوا في القناة احنا من خلال هذا البودكاست نناقش الأمناء العامين أو من ينوب عنهم بتفاصيل برامج الأحزاب عندي 25 قائمة حزبية اليوم عم بتقدم رؤاها تطلعاتها برامجها للشعب الأردني شو بيقدم اليوم حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني للناخب الأردني؟ والإشي حزب البعث لا يقدم هذا البرنامج بشكل منفرد حزب البعث العربي الاشتراكي ضمن تحالف انتخابي باسم تحالف قائمة النهوض رقم 11 تضم هذه القائمة 24 مترشح يرأس القائمة الدكتور آدم العبداللات حزب البعث العربي الاشتراكي وبعدين المحامي بسام الرواشد من حزب الشعب الديموقراطي الأردني رقم 3 المحامية إيمان الخواجة من حزب الإصلاح والتجديد وهي أسماء وتضم أسماء وقيادات من هذه الأحزاب سجلت أسماءها بناء على طلبها ورغبتها بالأخير لغايات دعم القائمة وليس لغايات النجاح نعم طيب أستاذ زهير من ضمن هذا التحالف كيف تقنعون الناخب الأردني بالبرنامج الذي تشاركت فيه ثلاثة أحزاب كما تحدثت وأشوف الحقيقة أن البرنامج الانتخابي أو البرنامج السياسي لهذا التحالف هو أصلا موجود في انتخابات أو بدون انتخابات وهذه أحزاب تاريخية وبالتالي الانتخابات تمر في حياتها مرحلة بتمر في حياتها لكن في مبادئ أساسية تقوم عليها الأحزاب اللي هي تشبه بعضها البعض فيما يتعلق بطرحها بالشأن المحلي وطرحها بالطروحات السياسية بالشأن العربي أو القضية الفلسطينية أو الشأن الدولي وبالتالي هذه الأحزاب توافقت على برنامج واضح سياسي وانتخابي منه السياسي ومنه مطلبي وبالتالي ضمن هذا الأحزاب اللي تشبه بعضها البعض تم هذا التحالف طيب أستاذ زهير اليوم المواطن في عنده هموم واضحة عم بترحها على مجلس النواب وعم بترحها على القوائم الحزبية المقبلة في 10-9-2024 من خلال تحالف النهوض اللي عم بيكون جزء منه الحزب البعث العربي الاشتراك الأردني شو بيقدم للمواطن الأردني بطريقة مباشرة شوف يعني إذا أنت أو المواطن الأردني إذا ما بحس أنه في أزمة لا في أزمة الإنسان الأردني يعاني نعم يعاني المسؤول عن هذا الكلام بأكمله مسؤول عنه الحكومات المتعاقبة هي اللي وصلت الناس إلى هذه المرحلة بما فيها حتى العزوف على الانتخابات بالتالي انت كمش مجلس النواب ما بتحمل مسؤولية كسلطة السياية جزء طبعا يتحمل مسؤولية الآن في قائمة حزبية عامة وهذه القائمة مغلقة وهذه القائمة هي مطلب للأحزاب السياسية والآن هي مواحد واربعين مقعد نأمل أنه بالانتخابات القادمة يتم زيادة هذا المقاعد وصولا إلى أن تكون الانتخابات النيابية 100% انتخابات حزبية أنت رح تقدر تنفذ الوعود كتحالف خليني خليني بالنقطة هاي أسمعني كويس ألا أقول لك أني أنفذ الوعود وكذب عليك أنا عمي ما بقدر أنفذ وعود دون ما يكون فيه هناك تحالف داخل مجلس النواب إذا استطاعت القوى الوطنية خليني أقول والقوى الحية والقوى السياسية التقدمية والقوى القومية إنها استطاعت أن تشكل كتل برلمانية متماسكة وقوية تاعد قبة البرلمان نعم سيكون لها تأثير أما أن يكون الصوت بشكل منفرد فهذا أعتقد أنه ما رح تنفذ شيء على الإطلاق رح تحكي ورح تطالب بس ما عدا برد عليه طيب هليني أنتقل للنقطة الثانية حتى ما يدركنا الوقت اليوم شباب ومرأة وينهم من تحالف النهوض شوف أحكي لك شغلي واحدة أول شيء في حزب البعث بحدود الـ 48% شباب ومرأة عضاء هذا واحد اثنين طبعا بموجب متطلبات القانون بالقائمة الحزبية من أول ثلاثة أمرأة وثاني ثلاثة أمرأة لكن وفي شب المقعد الخامس الذي يفترض يكون لكن نحن الآن المقعد الثالث المقعد الثالث امرأة وشابة أقل من 35 نعم المقعد الرابع شاب ما وصل 30 عام المقعد الخامس شاب ما وصل 25 عام وفي شباب آخرين قصدك وصل 25 عفوا يعني تطبق سن الترشح عفوا نعم نعم اللي هو سن الترشح يعني ما بين 35 إلى 35 نعم طيب أستاذ زغير إذا بدي أحكي اليوم للناخب الأردني أنا تحالف نهوض شو اللي بدي يقنعوا اليوم يعطي صوتكم شوف هذا التحالف وأحزابه منذ سبع أكتوبر وإلى اليوم لم يغادر الميدان في دعم فلسطين وغزة في انتخابات وبدون انتخابات اثنين هذا التحالف ملتصق مع كل مطالب الناس وهو صوت قوي في مطالبهم بما يحقق الأمن والأمان للمجتمع الأردني والرفاه هذا التحالف حقيقة بما يضمه من شخصيات قادرة انها توصل صوت المواطن الأردني وقدر انها تدافع عن حقوق المواطن الأردني بقوة وبعدالة وبحق فبالتالي هذه القائمة لأنه هذا نهجها بدون انتخابات هذا نهجها وبالتالي إذا ما أتيحت الفرصة إلى هذه القائمة إن شاء الله أنها تحقق العدد المطلوب الفوز بالانتخابات إن شاء الله أنها راح تحقق الكثير للمواطن الأردني وبالتالي المواطن الأردني الآن أول شيء يجب أنك تعيد له الثقة في المسألة الانتخابية كلها والعملية السياسية كلها المواطن الأردني لماذا تسأل تقول له والله عندك عزوف عن الانتخابات المواطن الأردني اللي الآن خايف ينتمي للأحزاب السياسية فيه موروث طويل ما بدوا يتعين بخافوا عليه من وظيفة إلا الوظيفة بخافوا عليه من أشياء كذلك الآن جلالة الملك بيقولك تعال كل الناس مع تحزب الناس والناس تتحزب ضمن أحزاب هو ضمان للأردن شوف أقول له اثنين احنا خلينا يعني يجب أنا أقولك شغلي ومهم رئيسي ليش لازم تنتخبني المواطن ليش ينتخبني أنا صوت قوي جدا في مواجهة الكيان الصهيوني مشبر الكيان وكل الإقليم والطامع في الأردن وبالمنطقة العرب موجود أخي الكريم يجب أنه هذا الكلام هذا الكلام حقيقي مش كلام شعارات أنت هذه أحزاب مجربة حبيب أقول لك شغلة إحنا فزنا بانتخابات ضمن تحالف حزبي عام 56 وشكرنا الحكومة بال56 ودخلنا الحكومة كحزب بعد عام 56 شوف أقول لك شغلة واحدة أنا بفتخر في الأردن أنه فيها فيها إرث تاريخي قانوني أو غير قانوني وسياسي وأقول لك الأحزاب السياسي منذ نشأة الإمارة بالأردن وهذا تاريخ بفتخر فيه في الأردن أنا حزب البعث لما محكمة العدل العليا الأردني سجلته ألغت قرار الحكومة وسجلته عام 1954 بفتخر بهذا الكلام أنا فيه دولة قانون ومؤسسات هذا اللي أنا بديه لذلك هذا اللي أنا بطالب فيه هذا اللي أنا بقول بدي سيادة قانون هذا اللي أنا بدي أقول استقلال قضاء لذلك الصوت القوي خليني أقول والمعبر عن ضمير الناس يجب الناس إنها تعطيه هذا الصوت نعم أنت بتقول لي حزب البعث العربي الاشتراكي اليوم الأردني الجزء من تحالف يضم ثلاثة أحزاب شو اللي خلاه يوافق على التحالف الترتيب لا على الإطلاق أخي الكريم أقول لك شغلة الترتيب أبدا ما بننظر إله ولا نظرنا إله وبالعكس هو لأول مرة بجوز الوحيد في كل تشكيل التحالفات خلييني أقول إذا فيه بجوز تحالفات بسيطة عددها قليل لحزاب بشكل منفرد نزلة قوائم عامة لكن أنا بدي أقول لك التحالف الوحيد اللي إحنا قدمنا عبل أبو علبي تزر رئيس قائمة وكان معنا رفاقنا في الحزب الشيوعي اللي يفترض يكونوا ضمن التحالف لكنهم رفضوا هذا الكلام ليش رفضوا؟ حقيقة لا أعرف هم يتمسكوا بمرشةهم للترتيب؟ للترتيب طبعا رفضوا للترتيب نعم إحنا لم نقبل بهذا الترتيب قبلنا أنه تكون عبل أبو علبي كمدهم رئاسة قائمة؟ نعم وإحنا هذا الكلام لم نقبله لأسباب كثيرة لم نقبله لأنه إحنا مرشحين رئيس قائمة أمام هذا التحدي اللي هو اللي يفترض نوصل فيه إلى مرحلة توافق على القائمة الحزبية وكان يجب أن نصل إلى مسألة أنه هذا تنزلنا عن الموقع الأول والثاني أيضا وليش رجعتوا لرئاسة القائمة؟ إيثار من الأحزاب الأخرى؟ حقيقة نعم طيب وهم اللي طرحوا علينا أنه إحنا نرأس القائمة طيب في تحدي بالمورد المالي كان جزء من قبولكم بهذا التحالف؟ من أجل لا الأمور المالية لم نتحالف تحالفنا سياسي المورد المالي مش مهم ما يلو علاقة المورد المالي صحيح أنه مهم بس المورد المالي شو اللي بتقصد فيه؟ بعد الانتخابات ولا قبل؟ بغض النظر بالمرحلتين كيف يعني؟ بالمرحلتين مهم أنت لما اليوم عندك مقرات يا سيدي مهم شوف ما أحداً اللي بيقولك مش مهم طبعاً مكتوب ومبادئ واضحة نعم وهذا نأمل أنه هذا التحالف يستمر إن شاء الله رح يستمر بعد الانتخابات أيضاً نعم